بتقول لي يا دكتورة بنو بقاعدين قاعدة كويسة وفوجة على ايه بيقول لي روح يبص لنفسك متشوف الحارين بيعملوا ايه هو انت ما شفتيش بنت خلتك ما شفتيش اختك ونو بقاعدين وبيقول لي ده انا بهزر شوفي شعرك شوفي ايدك انت كبرتي خلاص بقى او يشتم ويقول الفاظ ويرجع يقول لي يا بنت كزا او يا كزا وبعدين يقول لي اصلا انا كنت بهزر معك ايه الحل في موضوع زي ده تعالوا تابعونا في حلقة كواليس النهار ده تحفة جدا يا الله ويني انتو عارفين لما ييجي التنمر او تيجي السخرية او يجي تنقيس وتقليل القيمة من اقرب الاقربين زوج اب ام تبقى صعب النهار ده انا هتكلم عن الزوج على فكرة واتكلم الزوج وهو يقول ليك اصلا انا بمزح معاكي انا بهزر معاكي انا اه لا القصة مش في كده بقى القصة لازع الكلمات يعني ميجي يوصف توصيف او مقارنات تعارفين طبعا وحافظين وشاطرين المقارنات من المهلكات لما قارن خلاف بقى نقد ولوم ده جانب انا شهتكلم على كده النهار ده انا هتكلم لما ييجي يقول شتايم شتايم يا بنت الاستغفر الله او يا او شفتي مش عارفة ايه في سوق الحريم وانتي او روح يشوفي الايه ده او التعليقات الكوميكسات اللي بتيجي في اول دخلة الصف واول دخلة الشتا طلعنا هدوم الشتا مش عارفة ايه و ايه ده ويجي يقول لك انا بهزر تعملي ايه انا حايزة بقى اقولك على تصرف زكي واسمه كده نوع من انواعي الزكاء الاجتماعي والسلوكي والكلامي وانتي بتسمعي حاجة زي كده تسكتي خمس ثواني اول خطوة خمس ثواني ما تديش رفعل ولا تردي ولا رأكشن بادي لانجوش خمس ثواني بس سكتي كده وعينك في عينه وبصي كده وارجع بتصيله تاني انا كنت لا اظن ابدا انك ممكن تقول كلمة زي دي يا سيد الرجال يا ابو الرجال كل يا سيد الرجال يا ابو العيال انا ارفض الكلام بالشكل ده حتى لو كان هزار شكرا بس لم قشرة ولا منك كده ولا بتمزحي لا 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 وسطية وفي حزم في اللغة اللي بتقوليها بأدب وباحترام وبصوت واطي بس الصوت العالي مش هيجيب نتيجة بتوصلي ثلاث رسائل للزوج انا ارفض الكلام ده ابدا ما كانش يصح يصدر منك كده ما تجدتي وكبرتيه يا سيد الرجال عارفة المردود ما وراء اللي انت بتقوليه ده هي مش بتحب كده اعلى قيمة عند المرأة الامان اعلى قيمة عند الرجل الحرية والترفيه فيه في النص اللي ماسك الدعمتين دول دول بيت اللي ماسكوا لاحترام والتقدير راح خلصت شكرا مع السلامة خلصت الجوازة بيضا قيمة الاحترام والتقدير لما تروح مبين مش بقولك قول يا سي السيد ولا هو يقولك هانم ولكن يبقى فيه نوع من انواع اللطف في الكلام احنا عندنا نقص مهارات حقيقية بصراحة في الردود اللطيفة شفت بعض الناس بترد وبعض الزوجات تحفين جدا جدا عاملين جرباط عايشين حياته مع الجرباط واي دخيل زبابة طلعوا اللهم مبارك بيعود يتفننه في فن الرد غلط في جمال فن الرد وهو ده اللي احنا محتاجينه اعرف اللي قدامي غلطه انا ارفض السلوك ابقى حازمة في الرد سكوت خمس ثواني وبعدنا اضير عين وبعدنا ارجع بصتين اديت اشارة انا رفضة النقطة دي نقطة مهمة عشان نحافظ على جزئية واحدة انا بحبك وانت بتحبني انا بحترمك وزي ما انا بحترمك انا بطلب الاحترام منك النقطة دي ياريت ما ننساهاش وياريت تبقى متقصلة وعمل اللي بقولك عليه هتدعيلي بعد كده تابعونا بحلقة جديدة من برنامج كواليس سلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة